والآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها الخامس والثلاثين بعد المائتين نستهل هذه الجولة من صحيفة الولد ستريت جورنل التي نشرت تقريرا تحت عنوان الغارات الإسرائيلية القاتلة على رفح تزيد الضغوط السياسية على بايدن قالت الصحيفة إن إدارة الرئيس بايدن لا تزال تجري تقييما حول ما إذا كان القصف الإسرائيلي على رفح يمثل انتهاكا للقط الأحمر الذي رسمته مما يرجح أن يزيد من الضغوط على الرئيس الأمريكي لتغيير سياساته تجاه الحرب في غزة ذكرت الصحيفة أن التوتر السياسي الذي يلاحق بايدن الآن يأتي بعد أسابيع من احتجاجات مؤيدة لغزة هزت الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة ما يصلط الضوء على الصراع المستمر الذي يواجهه بايدن حول مقدار الدعم الذي يقدمه لإسرائيل بحسب الصحيفة هناك حالة من الانقصام داخل المعسكر الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس بايدن بين مؤيد ومعارض لاستمرار الدعم لإسرائيل معتبرين أن أمداد إسرائيل بالأسلحة بمثابة تحريض على ارتكاب المجازر في غزة ننتقل إلى وكالة بلومبرغ التي نشرت تقريرا تحت عنوان إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية تقول بلومبرغ أن اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بفلسطين كدولة أثار غضب إسرائيل التي تعتبر هذا الاعتراف بمثابة مكافأة لحماس خلال حرب غزة في حين تأمل هذه الدول في أن تحفز مبادرتها الرمزية دولا أخرى لأن تحدوا حذبها ذكرت الوكالة أن هذه الدول ترك قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيلة لتسريع جهود وقف إطلاق النار في غزة وتأكيد دورها التاريخي في عملية السلام في الشرق الأوسط حيث صدافت مدريد مؤتمر السلام عام 1991 وأسمت النرويج في اتفاقات أوسلو عام 1993 أفادت الوكالة أن نحو 144 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند فيما أعلنت سلوفينيانيتها الاعتراف بفلسطين بينما يختلف الاتحاد الأوروبي حول المسألة حيث تعارض فرنسا وألمانيا الاعتراف دون مفاوضات ننتقل إلى صحيفة الانديبندنت والتي نشرت مخالة لفينسنت فين تحت عنوان الوقت حان الآن لتعترف بريطانيا بدولة فلسطين أكد الكاتب أن تقرير المصير الفلسطيني هو مفتاح السلام العادل في الشرق الأوسط بعد أن حرم الفلسطينيون من هذا الحق من خلال الانتداب لبريطاني قبل أن تلوث بالفرار عام 1948 تاركة غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية في قبضة الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 75 عاما يرى الكاتب أنه بعد مرور عقود من الزمن على هذا الاحتلال من الصواب أن تعترف بريطانيا الآن بدولة فلسطين على تلك الأراضي وأن هذا الاعتراف سيعد محاولة من جانب لندن للقيام بدورها الكامل ومعالجة عدم المساواة والتمييز وانعدام الأمن بالوسائل السلمية على أساس القانون الدولي أوضح الكاتب أن بريطانيا أظهرت احتراما ضئيلا لحقوق الفلسطينيين لمدة قرن وأكثر ولذلك فأن الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيبدأ في إظهار التكافؤ في الاحترام بين الشعبين ومع أن هذا ليس الحل الكامل لكنه البداية على الطريق الصحيح للمزيد ينضم إلينا من لندن أكرم عطلة الكاتب والبحث السياسي أعلن بك دوما معنا عبر شاشة الغد سيد أكرم أبدأ معك من الولد ستريت جورنل والتي تعتبر الغارات الإسرائيلية على رفح تزيد من الضغوط السياسية على بايدن في ظل استمرار هذه الغارات وتوسعتها كما كنا نشاهد منذ ساعات اليوم إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بالسقوط وغض الطرف مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناة الرئيس واضح أنه النقاش العميق الذي كان والذي تضح أنه لم يكن عميقاً بل سطحياً بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الرفح كان نوع من الخذاع لأنه إسرائيل آل يوم 21 شهيد من النازحين في الخيام وقبل يومين أيضاً إسرائيل تقصف المناطق التي تقول أنها آمنة والتي طالبت بها الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول نريد خطط واضحة لإجلاء المدنيين من رفح وعندما قالت إسرائيل أن هناك مناطق آمنة غرب رفاح إسرائيل تلاحق المدنيين تقتلهم غرب رفاح نسبة الأطفال أو النساء من بين من تقتلهم إسرائيل واضح بشكل مباشر هذا بالتأكيد يحرج الولايات المتحدة الأمريكية يحرج الرئيس الأمريكي لأن الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي لإسرائيل بسلاحها أولئك يقتلون بسلاح أمريكي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمسك العصى من المنتصف بنوع من الانتهازية التي فشلت فيها يعني في أكثر من مرة تحدثت عن تجنب المدنيين خطط رفاح المساعدات الإنسانية آخرها كان إعلان الأمريكي عن وقف تمويل إسرائيل بنوع من القنابل التي تزن 900 كيلو ولكن لم تصمد أمام الضغوط الداخلية وضغوط الكونغرس وبالتالي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية هذا يحرج بالتأكيد الرئيس الأمريكي أمام ناخبية هذا الإحراج أين سيترجم؟ يعني بايدن لم يكن يريد عملية تتحول إلى فضيحة بحق الإنسانية هذا ما يحصل الآن هذا ما نشاهده في رفح كيف يمكن أن يترجم ذلك؟ لا في حالة تخبط بالإدارة الأمريكية إدارة الديمقراطيين تقرأ نتائج الاستطلاعات التي يتفوق فيها ترامب في أغلب المناطق وفي مناطق هناك لا يمكن حسمها ونجاح فيها إلا بأصوات العرب مثلاً ميشيغين 4% أصوات من المسلمين في تلك المنطقة لم يفز فيها المرة الماضية إلا بأصوات المسلمين هذه المرة ضرورة ملحة احتياجه لهذه الأصوات هو يضطر أن يبحث عن مخارج ولكن واضح أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تبحث عن مخارج حقيقية يمكن أن يكسب الرئيس بايدن لكنه يراهن على أن العرب لن يجدون هو فقط أفضل من ترامب وبالتالي المسلمين والعرب سيعطون أصواته وهذا في تقدير خاطئ هل سيشكل هذا الضغط؟ يشكل ضغطاً لكن كما قلت مراهنة على أن البديل السيء سيدفعهم لانتخابه هذا يجعله أكثر مطمئناً ولا يجعله يستخدم وسائل الضغط الممكنة المتوفرة لدى الإدارة الأمريكية التي بإمكانها أن توقف الحرب نحن نعرف أن إذا أصدر قراراً أمريكياً بوقف الحرب إسرائيل لا يمكن أن تطلق رصاصة واحدة وهنا ما المطلوب من أصوات العرب في هذا الإطار وفي هذه الانتخابات وهذا الموقف المحرج بين ترامب وبايدن أن يوصلوا رسائل بشكل مباشر ووصلت ما يكفي من رسائل لكن إدارة بايدن لا تريد أن تقتنع أن تقتنع أن يوصل إدارة بايدن لقناعة أنه حتى لو كان ترامب هو سيء هذا لا يعني أن الأصوات ستذهب للديمقراطيين ولبايدن لماذا؟ لأنه في خطورة كبيرة من ذهابها لبايدن إذا ما ذهبت لبايدن هذا يعني أنه سيستمر في دعم إسرائيل لترتكب المذابح وهو متيقن أنه لن يكون هناك معارضة عربية أو من الجاليات العربية المسلمة هذا ضوء أخضر لبايدن ليستمر بدعم المجازر التي تجري في قطاع غزة وهذا أخطر من دعم ترامب ربما أو على الأقل من الحياة وهنا أنتقل معك إلى وكالة بلومبرغ وهذا المقال اليوم عن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية بطبيعة الحال مثل هذا الاعتراف لن يحرر فلسطين ولكن على ما يفتح الباب وما أهمية مثل هذه الاعترافات التي أثارت غضب إسرائيل بصورة كبيرة يعني هذه الاعترافات مهمة لا تغير واقع مهمة بالمعنى الرمزي وأبعد من ذلك قليلا عندما يصدر صوت أوروبي يقول دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية قطاع غزة حدود السبع وستين عدم الاعتراف بأي تغيير على هذه الحدود إلا بموافقة الطرفين هذا كلام واضح وصريح وهذا ما لا تريد إسرائيل أن تسمعه إسرائيل جمعت لا ننسى قبل حوالي شهر ونصف تسعين عضو كنيسة وصوتت على رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية نحن أمام طرفان القوة الإسرائيلية تقابلها قوة دولية هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه سيشجع دول كثيرة بالعالم على أن تكون على تضاد بالمعنى السياسي مع إسرائيل هذا أولا مزيدا من عزلة إسرائيل والكثيرة ستعترف بالفلسطينيين وبالتالي الشعار الإسرائيلي أن الدولة الفلسطينية خطر على أمن القوم الإسرائيلي لن تقوم دولة فلسطينية حاول بن يمين نتنيه إسقاط تسمية حل الدولتين من على الأجندة الدولية ها هو يعود على الأجندة الدولية باعتباره ملحن وملحن حتى يتم تسوية الأوضاع في المنطقة تفضل بالبقاء معنا سيد أكرم أعطل أن نتابع هذه الجولة ونعود إليك نشرت صحيفة هارت مقالا تحت عنوان العصى وليس الجزر معركة الجنائية الدولية تشير إلى نفاذ الصبر العالمي تجاه إسرائيل قالت الكاتبة أن حلفاء إسرائيل سئموا على نحو المتزايد من السياسات المتشددة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مشيرة إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد مصدر إزعاج محلي يمكن احتوائه أو حتى تجاهله أكدت الكاتبة أن هذا الصراع يتسبب في خسائر فادحة في أرواح المدنيين ويضع الشرق الأوسط على حفة الهاوية ما ينعكس في المقابل على تفاقم التوترات في مختلف أنحاء العالم مع ما يترتب على ذلك من عواقب سياسية داخلية مدوية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى أوضحت الكاتبة أن القوى العالمية الكبرى عازمة على دفع إسرائيل للعودة إلى المفاوضات من خلال التحول من تقديم الحوافز الاقتصادية إلى فرض عقوبات على المستوطنين وتجميد المساعدات العسكرية وأوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية فضلا عن قرار العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح نختم الجولة من صحيفة إسرائيل اليوم ومقال تحت عنوان الخلافات بين وزراء الحكومة الإسرائيلية أخفال له عواقب مستقبلية مصيرية ذكرت الصحيفة أن هناك حالة انقصام بين وزراء الحكومة الإسرائيلية لسيما وزير المالية الإسرائيلي بتل إيل سموتريتش ووزير الجيش وأفغالانت وأن فكرة عدم القدر على التوافق مؤشر خطير ودلالة انهيار أكدت الصحيفة أن عواقب هذا الانقصام ستكون مصيرية على المديين القصير والطويل وعلى مستقبل إسرائيل برمتها أضافت الصحيفة أن حالة الانقصام ستنعكس سلبا على أنظمة إنتاج الأسلحة في إسرائيل وعلى المدى الطويل سيؤدي هذا الانقصام لتأخير وصول إمدادات الأسلحة الحيوية من الخارج وأن الجميع في إسرائيل سيدفع ثمن هذا الإخفاق يعود إلينا مجددا من لندن أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي أستاذ أكرم أهلا بك معنا من جديد أتوقف معك عند هارتس التي تتحدث عن نفاذ الصبر العالمي تجاه إسرائيل طيب اليوم نتنياهو في ظل الضغوط الخارجية الممارسة عليه في ظل الضغوط الداخلية في حكومته والتي لها صدق كبير برأيكم إلى أي مدى يمكن أن يتم الضغط عليه فعليا لنرى أي تغير في المواقف حتى الآن في مناخات دولية في ضغوط الدولية ولكنها لم ترقى إلى الحد الذي يمكن أن يحدث تحولا في السياسة الإسرائيلية ونتنياهو بات يدرك أنه لا أحد ممكن أن يستخدم ما يملك من إمكانيات هذا أولا وبالتالي هو يستمر في السياسة ويدرك أنه العالم مجرد خطاب بما فيه الاعتراف القصة الوحيدة هي قصة المحكمة الدولية نتنياهو مستمر في هذا السلوك نتنياهو مستمر في الحرب نتنياهو لن يستجيب لكل الضغوطات الدولية وأهم شيء بالنسبة له هو استمرار الحكومة استمرار تمسكه بالوزيرين الذين يشكلان الضمان الأخير لبقاء السياسي سموتريتش من كفير هو يدرك أنه العالم بما يملكه من ضغوطات نظرية حتى الآن لن يمص مستقبل نتنياهو السياسي لكنه يدرك أن سموتريتش من كفير يمكن أن يهدد مستقبل نتنياهو السياسي وبالتالي يتصدى لهذا العالم لأنه لن يؤثر في وجود نتنياهو ولا في وجود حكومته بينما في الداخل هو أكثر تأثيرا استجابة نتنياهو لسموتريتش من كفير أعلى لإدراكه أنه هذا العالم مجرد حديث نظري لا أكثر وعلى أي أساس يتحدث اليوم نتنياهو عن مفاوضات ويتم تسليم الوسيط المصري ورقة جديدة برأيكم هل نحن لازلنا في جو المناورات أم ماذا هذه المرة هو المفاوضات يعني نتوقف عند كلمة مفاوضات إذا نذكر آخر مرة حركة حماس قدمت ردها وقدمت ردها بعد أن كانت رفضت وغادرت القاهرة لأن ما صاغته الأطراف على رأس الولايات المتحدة الأمريكية لم يرقى إلى طموحات حماس ومع ذلك جاءت حماس بعد ثلاثة أيام وقدمت تنازل كبير بموافقتها وكنا بانتظار الرد الإسرائيلي إما يقول نعم أو لا وكان متوقعا لأن وليام بيرنس قبل تقديم الرد لحماس كان موجود في تل أبيب وتمت صياغة الأمر وكانت إسرائيل تراهن نتنياهو كان يراهن على رفض حركة حماس فاجأت الجميع ناورت حركة حماس قدمت ما يعتبر تنازل لكن إسرائيل اشتاحت معبر رفح في تلك الليلة وبالتالي فجرت كل المفاوضات إذن ممكن أن نفهم أن ما يقوم به نتنياهو هو مناورات لا يحتاج الأمر إلى مفاوضات مجرد ذكر كلمة مفاوضات هذا يعني مناورات لأن حركة حماس ليس لديها ما تفاوض به أكثر من الموقف الذي قدمته بالموافقة على الورقة وتنتظر الرد الإسرائيلي الذي كان يجب أن يوافق على الورقة إذن فتح مفاوضات هذا يعني مزيدا من التنازلات من حركة حماس ولا أظن أن حركة حماس يمكن أن تقدم أكثر مما اعتبرته أنها قدمت ما يكفي من التنازلات الذي لا يمكن أن يهبط صقفها أكثر منه طيب بسؤال الأخير وبأقل من دقيقة أتوقف معك عند الفضيحة المدوية التي تحدثت عنها اليوم الغارديون تتحدث عن تهديد المساعد لمدعي عام الجنايات بالصابق لماذا هذه التهديدات التي كانت تنفع بالصابق لم تعد تنفع اليوم ولم توقف القضاة اليوم؟ يعني ممكن أختصر لضيق الوقت دائما المجرم والنص واللص يحاول أن يعتدي على القاضي حتى إلى الدرجة التي يمكن أن يقتله هو يعتبره خصمه وبالتالي ليس مستغرب من دولة فوق القانون دولة سلوكها سلوك بلطجي ليس مستغرب منها أنتم مارس هذا السلوك ضد المحكمة الدولية التي تجهز وترصد لإسرائيل ملفات جنائية وملفات حقيقية يمكن أن تذهب بها للمحاكمة أشكرك من لندن أكرم عطلة الكاتب والبحث السياسي شكرا جزيلا لك على هذه المتخلة